مجزء لأهم واخر الأنباء أهلا بكم بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان أراد برقية عزان وموساة في استشهاد قائد قوات الحزام الأمن بمحافظة أبيان العميد عبداللطيف السيد عدد من مرافقه في عملية إرهابية غادرة في مديرية موديا وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي في برقيته عن خالص تعازيه لآباء الشهداء وأبنائهم وأخوانهم وأهاليهم ودويهم وزملائهم ومحبيهم وأكل أبناء الوطن بهذا المصاب الجلل سأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح برقية عزان وموساة في استشهاد قائد قوات الحزام الأمن بمحافظة أبيان العميد عبداللطيف السيد وعادد من مرافقه في عملية إرهابية غادرة واعتبر العميد طارق صالح استشهاد المناضل عبداللطيف السيد خسارة جسيمة في ظل الظروف الاستثنائية منوحا بالأدوار البطولية التي سطرها الشهيد وهو يلاحق أوكار الإرهاب مقبلا غير مدبر حتى استشهاده وأجدد عضو مجلس القيادة التأكيد على واحدية الموقف ضد الإرهاب بكل أشكاله وتنوعاته الحوثي والقاعدة وداعش مباركا جهود القوات المسلحة في مكافحة القاعدة وتطهير محافظة الشبوى وأبيان من العناصر الإرهابية قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معامل الإرياني أن عمليات السلب والنهب المنظم لأراضي ومزارع المواطنين في مدريات صنعام من قبل حزام ميليشيات الحوثي الإرهابية يندرج ضمن مخططها لتغيير تركيبة السكانية عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق وتوطير عناصرها المؤدرجة القادمة من محافظة صعدة وأوضح معامل الإرياني أن عناصر ميليشيات الحوثي تحاول السيطرة على قرابة سبعين ألف لبناء في عزلة بني جرموز بمدرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء بمزاهم ملكيتها لجمعية سكانية وهو ما رفضه أبناء المنطقة وجدد الإرياني تحذير من مساعي ميليشيات الحوثي الإرهابية لأحداث تغيير ديمغرافي في صنعاء العاصمة وأنشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من إيران ويدين لها بالولاء قال القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا شارلز هوبر أن بلاده تعتزم تقديم دعم أمالي لبلادنا بناء 160 مليون جنيه سرليني على مدى الأربع سنوات القادمة جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة الموقتة عدن مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه والذي كرس لمناقشة الأوضاع الصحية في بلادنا وتحدث الدكتور بحيبه عن الوضع الصحي الراهن والإشكالات التي تعترضه والاحتياجات المطلوبة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة التحديات الصحية وكذب بحيبه للمسؤول البريطانية نشر الأطفال عاد مجددا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا لتنبيذ حملة ضد الحسبة والحسبة الألمانية بحث وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبه معنا بالمماثل المقيم لصندوق الممتحدة للسكان لدى بلادنا الدكتور هشام نهرو بحثت الدخلات ومشاريع الصندوق في القطاع الصحي واستعرض للقاة تدخلات الصندوق واسهاماته في مجالات عدة وفي مجالات منها استراتيجيات الصحة الإنجابية والقابلات ودعا بحيبه الصندوق إلى تبني الدعم اللازم للمجلس الوطني للسكان ودعم دواره الرئيسية في وضع السياسات السكانية المختلفة وبما يمكنه من تحقيق الغايات التي يتبنىها ورفع قدراته وإشراك المجلس في الحملات القادمة وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة